لما تخلق آدم في الجنة كان لازم له معين نظير مشروع سماوي من إلهنا هو ملكه بحب كبير المسيح حب الكنيسة حب صادق حتى الموت حقه ألهم أجال كتيرة فحكايات دمي الملكون حكايات مليانة ناس بنوا بيتهم على الأساس عايشين جوه الأقداس والدم على الأعتاب وافدرهم والأتعاب في الشدة والاكتئاب لما كانت الأسباب شايفين رب الأرهاب حكايات بيوت الكتاب حكايات بيوت الكتاب لا شيء ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل على الله أكثر من المثابرة لأنها تتخطى كل العراقيل مشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من برنامج حكايات بيوت الكتاب اليوم القصة اللي رح نحكي عنا هي بيت حنى النبي هالقصة كتير رح تكون مميزة وطبعا رح نعرف عنا أكتر بحضور ضيفنا الدائم الأب العلامي عزة شاكر يلي هو رح يخبرنا أكتر عن بيت حنى النبي أهلا وسهلا فيك أشكرت يا منال جدا أنت مزيعة موهوبة قوي الله يخليك بجدر خبرنا مين هي حنى النبي أولا أتمنى أن كل مشاهد يكون فاتح معنا إنجيل لوقة وأصحاح اتنين وبداية من عدد ستة وتلاتين لأن قصة حنى النبية لم ترد إلا في لوقة اتنين وللأمانة هي شخصية مجهولة لكنها شخصية عظيمة جدا أولا أول كلمة تقبلنا في عدد ستة وتلاتين يقول وكانت نبية اسمها إيه حنى أولا كان صوت النبوة انقطع أكتر من تلتميت سنة فده أول مرة يجي قدامنا في العهد الجديد نبية اسمها حنى وده وقفنا قدام دروس كتيرة جدا يمكن أول درسه هيعجبك قوي يا منال وأنا ببدأ بيه من البداية إن إمرأة لكن الإمرأة دي قال عنها إيه نبية حالو واخد بالك يعني عايزة أقول إن شوف من بداية العهد الجديد بيتكلم إزاي أو موقف الكتاب المقدس من المرأة صحيح وبعدين أول ما نكمل يقول حنى بنت فنويل من صبت أشير وصبت أشير كان مشهور بجمال بناته إذن هي أصلا كانت جميلة جدا من صبت أشير يكمل وهي متقدمة في أيام كثيرة شوفوا بقى اللي بقولك إحنا قدام شخصية عجيبة جدا أولا يقول عاشت مع زوج سبع سنين يعني اتجوزت لمدة سبع سنين وهي أرملة نحو أربعة وتمانين سنة متخيلة؟ عاشت مع جوزها سبع سنين وأرملة أربعة وتمانين سنة يبقى كم سنة دول؟ واحد وتسعين سنة واحد وتسعين يعني هو يتكلم عنها الكتاب لنفترض أنها تجوزت عندها أربعة عشر سنة تمام؟ يبقى سنها كام دلوقتي؟ مية وخمسة سنة هل تتخيلي واحدة سنها مية وخمسة سنة؟ دي اللي بيحكي عنها الكتاب فيقول امرأة أرملة لها أربعة وتمانين سنة أرملة ونبية لكن لما يتكلم عنها يا للجمال بصدق بقول يا للجمال والروعة يعني اسمعي بقى الكلمات الثلاثة بعد كده بعد ما يقول وهي أرملة يقول لا تفارق الهيكل لا تفارق الهيكل ايه الجمال ده؟ ده احنا النهار ده اولا شوفوا الكنايس الحضور فيها شكل ويه وانتو في لبنان شايفين نعم انا زمان دخلت كاتدرائيات كبيرة مفيش حد مباني جميلة وفاضية وهي لا تفارق الهيكل صبح وليل مية وخمسة سنة رايحة تصلي وتتعبد وعايزك تتخيلي معايا شوارع أرشالين في الوقت ده متخيلة؟ يعني شوارع ضلمة شوارع تراب وطين الظروف صعبة جداً صحيحة من رغب بالجو برد لكن قادي لا تفارق الهيكل وبعدين عابدة بأصوام وطلبات ليلاً ونهاراً كل الوقت عم تطلبه كل الوقت حلو كتير متخيلة كده؟ يعني يكفي نقف قدام بأصوام بتصومي؟ متخيلة؟ مية وخمسة سنة وبتصوم؟ ده احنا النهار ده الشباب بيحس بصعوبة الصوم لكن ده مية وخمسة ويقول عابدة بأصوام ليلاً ونهاراً يا للجمال ايه ده؟ طيب لما يقول ليه قدم الليل على النهار؟ بيقول عابدة بأصوام ليلاً ونهاراً لأنه كانت صحية؟ لأنه كانت تصحى كل الليل؟ مش كده نهاراً وليلاً يعني العلماء البعض قال لأن اليهود بيبدأ اليوم بتاعهم بالليل وبعدين النهار لكن الناس تاني قالوا أن تقديم الليل على النهار في مجتمعنا الشرقي هو دليل الحب الشديد والعلاقة الحميمية يا تليني بقولك ايه؟ إذا احتاجت حاجة اطلبيني في الليل قبل النهار صحيح صحيح والغلط هي عابدة ليلاً ونهاراً في الليل تقوم تصلي في النهار بتصلي في كل وقت بتصلي أدي الشخصية اللي قدامنا حلا كان عند أولاد يعني عيشت كل هذه الفترة عيشت سبعة سنين كل العلماء بيقولوا بدراسة الشخصية مفيش أي ذكر للأبناء أه ما في أي ذكر أه إذن أرملة عيشت وحيدة ووحيدة لكنها عيشة كل عمرها للرب حالة كتير لأ شخصية جميلة جميلة حالة كتير شو بعد هيك؟ في اشياء بتحكي عنا بص يقولك لا تفارق الهيكل عابدة وبعدين يقول في تلك الساعة وقفت تسبح الرب في تلك الساعة؟ ها أي ساعة يعني؟ لما يقول في تلك الساعة لو قرينا إنجيل لقى اثنين من أوله نلاقي ده التوقيت اللي العذراء القديسة مريم ويوسف النجار أخدوا الطفل يسوع علشان يقدموه للرب في الهيكل حالة فأول ما دخله كان موجود سمعان الشيخ أخد الطفل على ذراعي صح الآن تطلق يا سيد عبدك حسب قولك بسلام هو ده التوقيت اللي دخلوا فيه وهي شافت سمعان الشيخ بيعمل كده وأدراكت ده آه في تلك الساعة وقفت تسبح الرب كأنه عرفت يعني خلص قريت آه الجمال يا منال وقفت طب النهار ده في الكنيسة بقولك بصدق أول ما نقول نقف مثلا نسبح الرب الناس تعبانة آه يعني مش عايزة توقف مش قادرة توقف صح دي مية وخمسة سنة بسرعة وقفت تسبح الرب لأ شخصية شخصية غير عادية هلو كتير هلو كتير آه طيب في عبارة آه أنا ريتا آه شو المقصود من العبارة المنتظرين فداء في أرشاليم آه لما يقول المنتظرين فداء في أرشاليم لأن ده وقفنا قدام حاجة جميلة كمان في شخصيتها أول ما أدركت إن هو ده المسية عملت ايه أراحت تخبر المنتظرين فداء في أرشاليم نعم إذا ناخد كمان نقطة جميلة في شخصيتها إنها كاريزة مبشرة يعني أنا بقعد أتخيل أقول عجيبة الستة دي أول ما عرفت إن هو المسية كمان خرجت وراحت للناس دول تقول لهم إن المسية خلاص وصل إزاي يا ست ده انت مية وخمسة سنة إيه شو هالإرادة واخدبالك وكمان يعني عندها صحة آه لما يقول المنتظرين فداء في أرشاليم هو مصطلح معروف يهودي عبري كان معناه المنتظرين المسية نعم مجيء المسية يعني نقر عن تلميذية عمواس يقول المسيح لما كان ماشي معاهم ونحن كنا ننتظر إن هو ده اللي جاي يفدي إسرائيل سمعان الشيخ منتظر فداء أرشاليم كتير فيه شخصيات كتيرة منتظرة ليه؟ أريين العهد الأديم وعارفين نبوات دانيال وكانوا منتظرين مجيء المسية مجيش فهي على طول راحة تخبرهم أبونا شو الدروس يلي هلأ لازم نحن نتعلمها أو نخدها من بيت حنى النبي سدقيني الدروس كتيرة جدا أول حاجة أنا قلتلك إن دي كانت بنت جميلة قوي قوي جميلة يعني هوني بس ما حدد الجمال الجمال روح طبعا يعني روح وشكل وكله عارف يا منال عايزك تتخيلي إن دي عاشت مع جزها سابع سنين ولو افترضنا إنها تجوزت عندها أربعتاشر سنة يعني اترملت وهي عندها واحد وعشرين أو اتنين وعشرين سنة وزي ما قلت في البداية من صبت أشير اللي كان بناته مشهورين بالجمال فدي كان ممكن تنحارف نعم كان ممكن تضيع لكنها رمت نفسها في حضن الرب كان ممكن ترجع تتجوز وكان ممكن تتجوز نعم وتعيش حياتها لكن يبدو إن هي كرست حياتها بالكامل لخدمة الرب والبيت الرب شوفي الجمال لما أجا أقول دروس كان ممكن التجربة تكسرها أو تحطمها نعم لأن زي ما قلنا بلا أولاد فتخيلي واحدة تعيش كل العمر ده وحيدة نعم لكن أقولك بصدق ما في إنسان يشعر إن وحيد إذا هو بيحب الرب فعلا صحيح عارفة الترنيمة اللي تقول زمان كذب ومن قالوا إن وحيد في الأرض دون سنيد فكان ممكن التجربة تكسرها لم تنكسر وحتى لو معه حدا والإنسان اللي بعيد عن الله بيحس بوحده كان ممكن لما دفنت جوزها يتدفن الرجاء والأمل والحلم صحيح يا ما ناس بيحصل معا كده صحيح لكن دي دفنت جوزها لكن مليانة إيمان مليانة تعزية مليانة رجاء فانطلقت في حياتها نعم فواضح لما نقرأ شخصيتها لغاية سن 105 سنة ومؤثرة جدا طبعا عايز أقول لكل مشاهد ليك تأثير وسط الناس ليك حضور ليك دور ليك دور صح لكن سر التأثير جه منين لما نقرأ الكتاب نلاقي لأنها أولا مصلية عابدة بأصوام ليلا ونهارا بس هل مطلوب إنه الإنسان يكون يعني عم بيصوم ليل ونهار وكل الوقت هو بالمعبد أو بالكنيسة يعني بالكنيسة عم بيصلي هل يعني هيدا الرسالة نحنا عم نوصلها لشبابنا إنه هن كل الوقت لازم يكونوا موجودين بالكنيسة يتشبهوا فيها الانتماء لبيت الرب هوني عم نحكي عن الانتماء يعني مش ضروري نحنا نكون دايما حاضرين بس الانتماء هو الأساسي طبعا الانتماء لبيت الرب نعم لكن أنا باخد المعنى من ده عايز أقول لكل اللي بيشوفنا نعم عايز تتبارك صلي عايز تكون مثمر صلي فرق كبير يا منال بين لما أبدأ يومي بالصلاة ويوم من غير صلاة سديني اليوم اللي نبدأه مع الرب بيبقى مثمر حالو بمليان بركة مليان نعمة استخدام فبقول دي كانت مصلية حالو دي كانت مسبحة عارفة مسبحة يعني يعني بتشكر بتسبح الله هيمانة في جمال الله وصفاته وعظمته مغرومة فيه يعني هون في غرام اه طبعا فوحدة مصلية عابدة مش بس كده كارزة زي ما قلت رايح أتخبر وانا اعتقد في حلقة من الحلقات سألت السؤال ده بقول امتى آخر مرة كلمت حد عن المسيح يا ما مرات الناس بتقعد العمر كله خجلانة تكلم حد عن المسيح لكن دي أول معرفة تراحة تخبر كل الناس المسيح وصل شخصية جميلة حلو كتير حلو كتير أبونا في عنا بعض أسئلة كتير بس نحنا بعض الفاصل رح يكون معنا ضيف ورح نحكي ورح يكون أمين في عنا أسئلة موجهة أمين ومتل موعدتكن أنه رح يكون معنا ضيف ميز رح يقدر يساعدنا أنه نعرف نجاوب على كتير أسئلة أنا وأنتو بحاجة أنه نسمع بدنا نتأهل فيك أخ سامويل جرجس أهلا وسهلا أهلا بك يا أخ ميز يا أهلا يا أهلا شرفتنا منال الأخ سامويل واحد من الموهوبين رب صالح اللي ليهم خدمة كبيرة جدا شكرا لك وأنا فرحان تكون معنا أنا أكتر مبسوط قبل ما تدخل كنا بالناقش شخصية حنة النبية أيوة وقلنا قد إيه إنها عاشت أرمالة 84 سنة صح فالسؤال اللي بيطرح نفسه إن الأرمالة أو المطلقة كتير لما تبقى مستهدفة صحيح ويا ما إنجاز التعبير زئاب عايزة تنال منها فإزاي تحمي نفسها ده السؤال الأول الشقة الثاني من السؤال كتير الزوجات يبقوا ألقانين من التعامل مع واحدة زي كده خايفين على أزواجهم نقول لهم إيه ويتعاملوا إزاي وهي تعمل إيه حن النبي زي ما زي ما الكتاب يعلمنا يبونا حاجة مميزة جدا يختمنا حاجة رائعة يعني قريت كتاب لحضرتك كنت كاتبه عن شخصيات ميلادية أيوة قد إيه روعت هذه الشخصية في تسبحها في صلاتها في التصاقها بالهيكل فأول ما نفكر في حتة طب هي مطلقة أو أرملة هي معرضة لأن الناس تبصلها ويبقى زي ما حضرتك قلت التعبير القاسي ده اللي هي فريسة للناس أي امرأة فريسة لأي رجل صحيح لأنه مش عشان هي أرملة أو مطلقة أو حتى شابة أو متجوزة هي بقت محصنة الشهوة يا بونا طلعة من جوة البوازان طلع من جوايا العجيمة بازت في تكوين ثلاثة فأصبح الشهوة طلعة من جو الإنسان شهوة الامتلاك شهوة إن عاوز دي طب ما أنت معاك مراتك طب ما وهكذا طب يقولك طب أنا مالي طب آدم غلط أنا لو مكانه بتعملت نفس الموضوع إذن كل إرمالة كل مطلقة طبعا عندها ظروف زي ما يحكينا الكتاب عن محنى النبي ظروف قاسية حضرتك ذكرت في الكتاب وأكيد في الحلقة قلت نفس الموضوع إنها تجوزت وها عندها صغيرة طيب شو منحكي شو منحكي عن هالنقطة بالذات على الزواج المبكر يعني الزواج المبكر شو رأيك فيه دا كان وقتها طبعا دا كان وقتها حلو يعني دلوقتي مش مسموح إن شاء الله مكنش دلوقتي طبعا لا الموضوع اختلف بس 14-15 سنة فعلا يعني بدري جدا طب هنفطرت حتى أن هي اتجوزت وهي عندها 20 سنة هنفطرت كده خلاص 7 سنين جواز بقت 27 84 سنة كان في إمكانها وهي عندها 27 سنة تتجوز كان في إمكانها زي ما حضرتك ذكرت تنحرف كان في إمكانها تعيش حياتها صح؟ بس هي لو رجعت تتجوزت ده شيء طبيعي مفيش أي مشكلة علشان المشاهدين ولا مشكلة روحية ولا قانونية ولا اكتماعية طبعا يبونا طبعا هي كل الفكرة نختار الطريق جميل جدا لا تفارق الهيكر طب اشبعنا أنا اخترت المسية طب أنت مش شايفة بأنيكي بس أنا مستنية بقلبي عشان كده الكتاب قال تعبير جميل فهي في تلك الساعة هي قاعدة مستنية فأول ما سمعت سمعان الذي نقول عنه أنه هو سمعان الشيخ قال الجملة دي قامت تسبح الرب أرملة تسبح مطلقة تسبح قامت ده ده يعني الأول تخبر أخي سمل وأنت بتقود التسبيح لما تقول نقوم الناس بتحس أني أزمة ولا لا تعبيني وعا بتقوم صحيح صدقني يا أسيس إزت في قيادة تسبيح يقولك يلا نقوم علشان ننشط حضرتك بعد إيسنا حضرتك أنا بعبد الرب من قلبي أقوم يبقى أنا قلبي عاوزني أقوم أسجد أرفع إيدي أسقف أبكي أنا عايز أعبد الرب أنا مش أقف علشان شكل معين من أشكال العبادة دي الوحدها قامت تسبح الرب كام سنائق تسبح أنا مرات أضغاز من المرنم اللي كأني أعتبر هيعاقب الناس يوقفهم فلية كأرمالة أو مطلقة طبعا عندها ظروف صعبة قد يكونت فعلا كانت مطمعة لناس كتير من صبت أشير وحضرتك ذكرت أن هي كانت جميلة لكن هي اختارت أنا هتلتصق بالرب وبهيكل الرب وأعتقد بجسد الرب بشعب الرب تقولي للزوجات اللي بيبوا خايفين من اقتراب حد زي كده من بيتهم عندهم حق وما عندهمش حق عندهم حق في أنه هم بيتعرضوا الأفكار من الميديا وأفكار من الشارع الشارع بيقول لها إيه دي هتغطف جوزك دي بتنشن على اللي مش مرتبطين طب جسد المسيح بيقول إيه بيقول أن احنا أعضاء في جسد المسيح بيقول أن احنا بقينا مقدسين بحضور الروح القدس عارفة اختب مانال بوليس يكتب لأفاس وسيقول لهم بوليس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القدسين الذين في أفاسوس فإحنا بقينا قدسين فالأرمالة أو المطلقة اللي بتعرضت للظروف صعبة بتمر بتجربة صعبة نصلي لأجلها نحتضنها نحتضنها نفتح لها مجال خدمة كانت عابدة يعني الله قال لي ها نفس تعبد ربنا أهلاً وسهلاً في الهيكل ليلاً ونهاراً صح يا بونا مش قلت كده قلت إنه لما يكون في حد محتاج حد يقوله احتاجني الليل قبل النهار طب ده دليل حب قد إيه أخسم ويهي الآخر سؤال لحضرتك هيك يكون مختصر لو لقل الشارع شو بتقول لهم يعني كيف بدنا نحنا نغير هاي دي النظرة نحنا حكينا عنا هي كيف لازم هي تكون أو كيف تتشبه بحن النبي ده سؤال كويس أقول لكل واحد بيسمعنا يا بونا من فضلك من فضلك ارجع للدستور الإلهي ايه يعني تشويه تشويه الصورة شو بشع التشويه جه من تكوين ثلاثة من السقوط والعلاج في يسوع المسيح فارجع ليسوع المسيح اتقابل مع يسوع المسيح الخليقة الجديدة إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة ولما ترجع للخليقة الجديدة ارجع للمانوال اقرأ كلمة الله خلي ليك علاقة بكلمة الله هتزبطك وتغيرك وتطهارك وتنقيك وتديك روح وتديك حياةك حلو كتير إذن إحنا محظوظين بحضورك معنا إحنا محظوظين بالرب يسوع المسيح اللي غيرنا ومازال يغيرنا بالروح القدس إحنا بدنا نشكر الله على حضورك معنا يعني اللي أضاف هيك على هالحلقة روح عن جد يعني روح الله كانت موجودة يخلينا إياك وأكيد أكيد رح نرجع نشوفك بغير حلقات أخ سموال أهلا وسهلا أضافت كتير يا أخ سموال ربنا يبركك كتير حضور الله بغيرنا نشكر ربنا نشكر ربنا أبونا أبونا عزك شاكر أنا كل المشاهدين ناطرين الختام أمين ختامة ختامة بيقولوا أمين يدينا كلمة يعني نحنا دايما نمنطرو أمين أمين تفضل مشغول من قلبي أقول لكل واحد بيشوفني الوقت يمكن تكون بتكتاز في أزمة فعايز أقولك من قلبي إياك ثم إياك أنت استسلم للأزمة زمان في خمس سنيات القرن الماضي عالم كبير اسمه كيرت ريتشارد عمل بحث غريب جدا ودراسة جميلة جدا جاب مجموعة فران وكان بيرمي كل فار في حوض زجاجي نصه مية وعايز يشوف الفار هيعد قد إيه يصارع يصارع قبل ما يستسلم للغرق والموت يصارع علشان يطلع من المية وكان من المستحيل يقفز أو يتسلق بلا مبالغة المتوسط بتاع كل فار كان ربع ساعة وبعدين يستسلم للغرق أعاد التجربة تاني وكان الفار لما يجي يستسلم للغرق يطلعوا وينشفوا ويخليه يرتاح وبعدين يرميه تاني في المرة التانية لقى الفران في المتوسط ستين ساعة وهي أمال تحاول ولم تستسلم عايزك تلاحظ كويس في المرة الأولى خمستاشر دقيقة في المرة التانية ستين ساعة عارف ليه؟ في المرة التانية زاكرة الفران بتسترجع إن فيه إيد اتمدت وأنقذته فهو أمال يصارع عشان منتظر الإيد دي اللي هتمتد وتنقذه بصدق بقولك من قلبي اوعى تستسلم دي فيه إيد هتمتد وتنقذك والإيد دي إيده هو إيد القدير إيد المحب إيد الحنان اوعى تستسلم مهما كانت أزمتك عندك فقد كبير في حياتك خسارة كبيرة أزمة كبيرة في صحتك أثق إن فيه إيد هتمتد وهتنقذك والرب معك لما تخلق أدم في الجنة كان لازم لومعين نظير مشروع سماوي من إلهنا هو ملكه بحب كبير المسيحة حب الكنيسة حب صادق حتى الموت حب ألهم أجال كتيرة لحكايات من الملكون حكايات مليانة ناس بنوا بيتهم على الأساس عايشين بو الأقدس والدم على الأعتاب وفدرهم والأتعاب في الشدة والاتفئاب لما كانت الأسباب شايفين رب الأرناب حكايات فيوت الكتاب حكايات فيوت الكتاب